اشتركوا في القناة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية للتنقل من وإلى المملكة مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة بطاقة الهوية الوطنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حاليا ويرغبون في العودة منها إلى دولهم وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة